أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخي والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساتين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هو المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُوبِ الْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فمن عفي له من أخي بشيء فاكتباع بالمعروف وأذاء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الأنباب لعلكم تكتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِذَيْنِ وَالْأَكُرَبِينَ بِالْمَارُوفِ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فَمَنْ بَدَّنَهُ بَعْدَنَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُرٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ